من الأسباب التانية اللي بتسبب ألم في مفصل الفرد حاجة اسمها التأكل النكروزي للمفصل يعني بنلاقي إن المفصل الدورة الدموية اللي فيه فجأة ابتدت تنقطع ابتدت تقل فييجي أجزاء من العظم يحصل إنها تموت فتبقى ضعيفة فيبتدي شكل المفصل يتغير مايبقاش السطحين متمثلين مايبقوش زي بعض فيبقى فيه سطح فيه تعرج وسطح تاني شكله مختلف فلما يحصل حركة يحصل احتكاك وخشونة وألم والتهاب وده ليه عملية بقى ولا ده علاجه إيه؟ بص التأكل المفصل للفرد أو التأكل النكروزي اللي بيحصل ده الأول إيه أسبابه؟ 50% من الحالات بنسميها إيديو باسك غير معلومة إيه مش عارفين هي حصل كده دي سبب ما نعرفش إيه سبب لوحدها دورة الدموية بتبقى ضعيفة في المنطقة دي وفجأة بيحصل لها انقطع لكن بتشوفه في بعض الحالات تانية زي المرضى اللي بياخدوا كورتيزون بجرعات عالية مش كده بعد فترة الكورونا والكوفيد كنا بنلاقي الحالات دي كتيرة جدا بنشوفها في المرضى اللي معتمدين على الكورتيزون زي اللي عندهم مشاكل مناعية بنشوفها في حالات كتير قوي الأمراض المناعية عموما مع الكورتيزون ساعات بتحصل بعد إصابات معينة في المفصل أو ارتطان في المفصل أو بعد كسور حوالين هل لو عليكت الأسباب دي ممكن مرضى يتعالج؟ بص النتائج بتبقى أحسن في المرضى اللي معندهمش سبب إيه؟ واضح لكن في بعض الحالات مثلا مريض عنده مرض مزمن بيضطر يمشي على الكورتيزون بصفة دائمة زي مثلا مرضى الزقبة الحمراء أو مرضى روماتويد ما نقدرش إن احنا نوقف في الايه؟ الكورتيزون فتبقى الحقيقة كورستهم من هما يتحسنوا بالعلاج الدوائي بتبقى أقل شوية من المرضى العالية ده اللي بتضطر بقى إن انت تعملوا جراحة بص طول ما المفصل ما حصلش فيه تشوق يعني السطح بتاع المفصل ما حصلش التعرب اللي فيه دهوت أو ما حصلش خشونة احنا بنقدر نعالج المريض بعلاج تحفظه بأدوية عشان تنشط الدورة الدموية وساعات بنعمل جراحة دقيقة جدا اسمها جراحة التسقيب راحة زغيرة بندخل بقالة كده صغيرة نعمل زي سوق بصغير جوه العظم عشان ننشط الدورة الدموية لكن لو حصل تشوق في شكل المفصل او بتدى يحصل خشونة متقدمة لأ ده لازم نعالجه جراحيا عن طريق ان احنا نعمل استبدال للمفصل